بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة الرابعة مشكلات وقضايا الوقاية من الإعاقة ونتناول الدرس الثاني مفهوم الوقاية من الإعاقة طبعا الوقاية من الإعاقة تكاد تتفق معظم المراجع التي كتبت في موضوع الوقاية من الإعاقة على مفهوم الوقاية من الإعاقة والذي نذكره الآن ألا وهو مجموعة من الإجراءات والخدمات المقصودة والمنظمة التي تهدف دون أو الإقلال من حدوث الخلل أو القصور يعني الإصابة المؤدي إلى عجز في الوظائف الفيسيولوجية والسيكيولوجية والحد من الآثار المترتبة على حالات العجز يعني التحولها إلى عاقة بهدف إتاحة الفرص للفرد كي يحقق أقصى درجة ممكنة من التفاعل المثمر مع بيئته يعني الآن أقوم بعدد من إجراءات منظمة وخدمات لا شك مقصودة على مستوى الدولة مثلا أو على مستوى المدرسة يعني الدولة تقوم الآن بتطعيمات مثل التطعيم ضد شراء الأطفال أليست هذه إجراءات مقصودة ومنظمة من أجل أن تحد من حدوث خلل أو قصور مؤدي إلى عجز ثم إلى إعاقة المدرسة مثلا الآن يقوم بوضع شبك على النوافذ من أجل منع الأطفال في الصف الأول والثاني من القفز من هذا هذه النافذة أو الوقوع مما يؤدي إلى حدوث خلل يعني إصابة أو عجز أو ممكن إعاقة لا قدر الله لو انتقلنا الآن لنتحدث عن مستويات الوقاية لدي ثلاث مستويات من مستويات الوقاية المستوى الأول ويتعلق باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للتحول دون حدوث الأسباب المؤدية للإعاقة وذكرنا مثال عليه قبل قد لقلنا شبك على النوافذ مثلا حتى لا يحدث مثل هذا الأمر يقع طفل يتعرض لإصابة ثم ممكن تتحول إلى عجز ستتحول إلى إعاقة بغض النظر المستوى الثاني ويتعلق باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقاية للتحول دون تطور الإصابة وذلك بعدد من الإجراءات الوقائية مثل إيش؟ الآن حدثت الإصابة نمنع أن تتحول هذه الإصابة إلى عجز مثلا العمليات الجراحية الآن تعرض الطفل إلى إصابة في عينه دخل حديدة أو حاجة معينة في عين الطفل فتعرضت إلى إصابة ممكن تتحول إلى عجز ويفقد ألا يفقد شيء من البصر الآن نقوم بعملية جراحية حتى نوقف النزيف في العين حتى تتحول الإصابة إلى عجز هذا مثال العمليات الجراحية على المستوى الثاني المستوى الثالث ويتعلق باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية التي تعمل على التخفيث من الآثار النفسية والاجتماعية للإعاقة عند حدوثها العجز تحول إلى إعاقة الآن كيف الآن أحاول أن أمنع الآثار النفسية الواقعة على هذا الطفل من الأمثلة عليها قضية العلاج الطبيعي الأطراف الصناعية الآن هذا الطفل لديه إعاقة أريد أن أخفف من الآثار النفسية عليها أقوم بإيش بعلاج طبيعي لقدمه أقوم بإعطاء كرسي متحرك وتدريب عليه أقوم بعملية وضع أطراف صناعية له من أجل أن يتحرك وأخفف من الآثار النفسية والاجتماعية للإعاقة عند حدوثها طبعا لو انتقلنا الآن نتكلم عن بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقايا من بعض حالات الإعاقة هناك الكثير من الإجراءات لكن لو أخذنا على سبيل المثال مثلا هناك إجراءات تمنح حدوث الإعاقة البصرية للوقايا من الإعاقة البصرية مثل الإرشاد الجيني قبل الزواج مثلا الاهتمام بالتغذية تخفيف نسبة السكر في دم الأطفال مصابين بالسكري مثلا علاج طبي لمنح حدوث الإعاقة البصرية إذا كان فيه إصابة معينة التشخيص مبكر إذا كان فيه احتمال لإصابة العين بشيء معين مثل احتمال العين ظرف الدموع حول اهتمام بحركة وبالعين أنا أعالج هذا الشيء قبل أن يتحول إلى عجز ثم يتحول إلى عاقة مثلا بعض الأمور الوقائية تتعلق بالضربات التواصل مثلا هناك التهابات مزمنة تكون في الأذن يجب أن أعالجها حتى أقوم بالوقاية في عندي بعض الأمراض معدية حصبة أهتم بالنظافة كلها من الأمور الوقائية التي ممكن أن تمنع الضربات التواصل على سبيل المثال مثلا لو أتينا إلى الإعاقة السمعية شو ممكن أعمل بعض الأمور الوقائية أقوم بعلاج طبي لمنح حدوث الإعاقة السمعية إن كان في بعض المشكلات أيضا علاج طبي لأسباب المتعلقة بالإصابة في الأذن الوسطى مثلا للتشخيص المبكر وعلاج طبيا أو تربويا أيضا أهتم بالأعراض المبكرة لاحتمال الإصابة بالإعاقة السمعية وهكذا